طرف ثالث يضع العصية في عجلة التفاهم بين العراق وتركيا على الملفات المهمة وعلى رأسها الأمنية بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى العراق ولقائه المسؤولين في بغداد وأربيل تدرك أنقرة دور هذا الطرف الثالث في وضع العراقيل ضد محاربة تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا ففي مقابلة مع قناة CNN Turk أكد وزير الدفاع التركي شار جولار أن أنقرة تشعر بالانزعاج من سلوك إيران الذي لا يساعد في محاربة الإرهاب على حد تعبيره مبينا أن طهران تتجاهل المخاطر التي يشكلها الحزب رغم المعلومات الموثقة التي يشاركها المسؤولون الأتراك مع نظرائهم الإيرانيين بشأن أنشطة هذا التنظيم في العراق وفي لهجة تحمل رسائل إصرار من أنقرة على المضي بهدفها أكد وزير الدفاع التركي أن العمليات العسكرية التركية ضد ميليشيا بيكاكا في شمال العراق ستستمر في إطار استراتيجية تعتمد مبدأ تدمير الأوكار وعن معوقات تطبيق الاتفاق الأمني بين تركيا والعراق ذكرت صحيفة حريات التركية أن العراق ليس دولة يمكنها أن تتخذ قراراتها بنفسها بسبب الهيمنة الأمريكية والإيرانية كما أن إيران ستستخدم نفوذها للتأثير على أحزاب مقربة منها لمنع العملية العسكرية التركية ضد بيكاكا يضاف إلى ذلك أن إعلان البيكاكا منظمة محظورة في العراق يحتاج إلى قرار برلماني وقد يستلزم وقتا طويلا في حال إقراره بسبب الشلل البرلماني الذي يعاني منه العراق منذ فترة طويلة وجود تنظيم بيكاكا في العراق هو مصلحة إيرانية تقوم على استخدام هذا التنظيم ورقة ضغط ضد الدول المجاورة واستثمار سلوكه الميليشيوي في بث الفوضى في المنطقة بحسب قراءة مراقبين للمشهد العراقي